بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ففي المجلس السابق توقفنا عند حتى في باب الاشتغال وحتى في باب الاشتغال تعامل معاملة حروف العطف كالواو والفاء وثم ما يجري على حروف العطف يجري على حتى وقد مثل سيبويه رحمه الله تعالى بأمثلة منها لقيت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته حيث إن عبد الله في الكلام الثاني يختار فيه النصب لماذا؟ لأن الكلام الأول أي الجملة الأولى بني فيها الاسم على الفعل فحتى تتماثل الجملتان يقدر ناصب للإسم الثاني في الكلام الثاني يكون التقدير لقيت القوم كلهم حتى لقيت عبد الله لقيته وهكذا لماذا؟ لأن حتى لا تبتدأ كما عبر سيبوي أي لا يبدأ بها المتكلم الكلام إن أرد بخلاف أما وإذا الفجائية فإنه لا بد أن يبدأ بعدهما الكلام وبعبارة أخرى لا بد أن يستأنف بعدهما الكلام وهكذا هذا آخر ما وقفنا عنده في المجلس السابق يقول سيبوي رحمه الله وتقول رأيت القوم حتى عبد الله وتسكت وتسكت أي إن المعنى تم عنده حتى عبد الله حتى يجوز أن يجر بها ما بعدها عندما تكون للغاية ومعنى الغاية أن ما بعدها داخل فيما قبلها فأنت فأنت لو قلت رأيت القوم حتى عبد الله فإنما معناه كما قال سيبوي أنك قد رأيت عبد الله مع القوم أي وهو وهو الرؤية القوم مفعول به والمعطوف على المفعول به مفعول كما أن المعطوف على الفاعل فاعل وهكذا إذن عبد الله من حتى عبد الله كأنه مفعول به لأنه شارك القوم في الرؤية الحدث وهو الرؤية يشمل القوم ويشمل عبد الله معنى ذلك أن سيبوي يريد أن يقول إن حتى العاطفة التي يكون ما بعدها موافق لما قبلها من حيث الاشتراك في الحدث كحتى الجارة التي يقصد بها الانتهاء والغاية في الاشتراك في الحدث أيضا إذن المعنى يستوي مع حتى العاطفة وحتى الجارة فأنت لو قلت رأيت القوم حتى عبد الله على أن حتى عاطفة هو المعنى نفسه إذا قلت رأيت القوم حتى عبد الله هذا ما يريد أن يقوله سيبوي رحمه الله لأنه سيأتي بعد ذلك بنظير وهو الاستواء في المعنى مع الجر ومع النصب حتى العاطفة تستوي مع حتى الجارة في المعنى والمعنى هو الاشتراك في الحدث فإنما معنى أنك قد رأيت عبد الله مع القوم لما كان رأيت القوم وعبد الله على ذلك يعني لو وضعت مكان حتى العاطفة الواو لكان المعنى هو 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 إذن حتى الناصبة التي يكون ما بعدها مثل ما قبلها في النصب يستوي في المعنى في المعنى حتى الجارة في الحدث وهذا الأمر يؤديه وو العطف أن كما كان رأيت القوم وعبد الله على ذلك على ذلك أي على ذلك المعنى وهو أن الحدث يشمل ما قبل حتى والواو وما بعدهما إذن حتى العاطفة والجارة مثل والعطف في الدلالة على المعنى أي الاشتراك في الحدث وتقول رأيت القوم حتى عبد الله في نسخة الأستاذ هارون وكذلك نسخة الدكتور البكاء بنصب عبد الله في الطبعة التي معي إذ إنهما ضبط هذا التركيب على النحو الآتي رأيت القوم حتى عبد الله والسواب رأيت القوم حتى عبد الله وهناك نصوص قاطعة تدل على ذلك لماذا كان الجر هو الصواب لأن سيبوي يريد أن يقول إن حتى العاطفة مثل حتى الجارة في الدلالة على المعنى أي إن ما بعدها عاطفة أو جارة يشترك مع ما قبلها في الحدث هذا ما يريد أن يقوله سيبوي رحمه الله قال السرافي رحمه الله وكلامه قاطع في أن عبد الله في قولك رأيت القوم حتى عبد الله مخفوض ومجرور قال السرافي يعني أنك إذا قلت رأيت القوم حتى عبد الله فمعنى حتى وإن خفضت ما بعدها كمعناها إذا نصبت ما بعدها المعنى واحد وهو الاشتراك في الحدث وقال أبو نصر القرطبي في شرح عيون كتاب سيبوي يعني أن عبد الله بالجر في قولك رأيت القوم حتى عبد الله مرئي كالقوم وإن كان مخفوضا إذن هذا دليل قاطع على أن الصواب رأيت القوم حتى عبد الله وليس رأيت القوم حتى عبد الله وكذلك ضربت القوم حتى زيدا أنا ضاربه هذا المثال من باب الاشتغال أما المثال الذي كان قبل ذلك فهو من باب الاستطراد والاستطراد كان من سيبوي للدلالة على أن حتى العاطفة مثل حتى الجارة في الاشتراك في الحدث إذن معنى نصب وجر يمكن أن تقول رأيت القوم حتى عبد الله بنصب عبد الله ويمكن أن تقول رأيت القوم حتى عبد الله بجر عبد الله لأن حتى جارة لأنها تدل على الانتهاء والغاية معنى نصب وجر نظير النصب والجر في هذا المثال هو قولك ولذلك قال سبو وكذلك أي مثل النصب والجر في هذا التركيب قولك ضربت القوم حتى زيدا أنا ضاربه ما المراد بذلك المراد أن اسم الفاعل لا يعمل كما قلنا من قبل إلا إذا توفر فيه شرطان الشرط الأول الدلالة على الحال والاستقبال والشرط الثاني أن يعتمد على شيء قبله ومعنى كونه معتمدا على شيء قبله أنه يقع موقعا يوجب تأويله بالفعل بعضهم قال يعتمد على شيء قبله مما يقربه من الفعل كالاستفهام والنفي ولكن العبارة الأدق في كونه معتمدا على شيء قبله أنه يقع موقعا يوجب تأويله بالفعل فأنت إذا قلت أضارب زيدا فالمعنى أتضرب زيدا ما ضارب زيدا فإن المعنى ما يضرب زيدا وهكذا حتى في النداء يا طالعا جبلا هنا طالعا وهو منادى منصوب وهو شبيه بالمضاف ومن ثم كان النصب فيه لأنه اعتمد على شيء قبله مما يقربه من الفعل وهل يا في النداء تقرب طالعا من الفعل الجواب لا لأن النداء خاص بالأسماء فيا ليست كهمزة لاستفهام وماء النافية مثلا ومن ثم قالوا إن التقدير يا رجلا طالعا جبلا فكأن المعنى يا رجلا يطلع جبلا إذن على هذا التأويل والتقدير قد وقع اسم الفاعلي موقعا يجب فيه تأويله بالفعل وهكذا إذن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا دل على الحال أو الاستقبال لأنه عمل شبها بالمضارع والمضارع يدل على الحال أو الاستقبال الأمر الثاني أن يعتمد على شيء قبله الأصل فيه أي في اسم الفاعل أنه إذا عمل أن يكون منونا لأن التنوين في اسم الفاعل لأن التنوين في اسم الفاعل معنا ما هذا المعنى هو الدلالة على الحال والاستقبال فالغرض من التنوين في اسم الفاعل العامل هو والدلالة على الحال والاستقبال أنت ضارب زيدا مثلا أحيانا اسم الفاعل يكون ما بعده مجرورا لكنه يقدر فيه التنوين حتى يكون ذلك مسوغا للعمل إذن التنوين وإن لم يظهر في اسم الفاعل العامل فإنه منوي فإنه مقدر وهكذا إذن المعمول بعد اسم الفاعل العامل وإنه وإن كان مجرورا في اللفظ لكنه إذا إذا كانت عاطفة وما بعدها قد يكون مجرورا إذا كانت حرف جر تدل على انتهاء الغاية لكن المعنى واحد كذلك ضربت القوم حتى زيدا أنا ضاربه ضربت القوم حتى زيدا أنا ضاربه ضارب في ضاربه اسم فاعل عامل لأن التنوين فيه مقدر ومنوي إذن الضمير وهو الهاء في ضاربه وإن كان مجرورا من حيث المودع لأنه مبني على الضم في محل جر كما هو معروف لكنه منصوب في المعنى منصوب هو مفعول به في المعنى وإلا لما نصب زيدا لأن الذي لا يعمل لا يفسر عاملا والذي يعمل يفسر عاملا هذه قاعدة إذن الدليل على أن ضارب في ضاربه على أن ضارب في ضاربه مراد به الحال أو الاستقبال والمعنى يضربه هو نصب زيدا الذي تقدم بحيث يكون التقدير ضربت القوم حتى أضرب زيدا أنا ضاربه لا بد أن تقدر الفعل مضارعا لأن اسم الفاعل يعمل لأنه أشبه الفعل المضارع في الدلالة على حال والاستقبال إذن لو كان اسم الفاعل في الظاهر مضافا إلى معموله فهو من حيث التقدير منو وأنه عامل بدليل أنه فسر عاملا في هذا المثال الذي هو معنى يستوي في ذلك أن يستوي اسم الفاعل الذي أضيف إلى معموله مع اسم الفاعل المنو فأنت لو قلت ضربت القوم حتى زيدا أنا ضاربه يستوي مع قولك ضربت القوم حتى زيدا أنا ضارب له في أن كل منهما يفسر عاملا إذن كما استوى النصب والجر مع حتى وأن المعنى واحد كذلك يستوي الجر عندما لم ينون اسم الفاعل أنا ضاربه يستوي أيضا مع اسم الفاعل المنون الذي ينصم ما بعده وهكذا والمعنى واحد فكما أن المعنى واحد في المثال الذي فيه حتى نصبا وجرا كذلك المعنى واحد في المثال ضربت القوم حتى زيدا أنا ضاربه واحد أيضا نصبا وجرا جرا أي جر المعمول وهو الهأفي ضاربه ونصبا أنا ضارب له لا بد أن تأتي باللام لأن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل فلا بد أن يحتاج إلى دعم وهذه اللام تسمى باللام المقوية نحو قوله تعالى فعال لما يريد لأن نصيغة المبالغة فرع عن اسم الفاعل واسم الفاعل فرع عن الفعل فصيغة المبالغة فرع عن فرع ومن ثم ضعفة في العمل ومن ثم جيء باللام في قوله تعالى فعال لما يريد هذه تسمى باللام الداعمة واللام المقوية وهكذا وتقول هذا هذا ضارب القوم حتى زيدا يضربه مرة أتى باسم الفاعل مؤخرا وليس فيه تنوين لكن التنوين فيه مقصود ضربت القوم حتى زيدا أنا ضاربه ومرة أتى به سيبويه مقدما لكن التنوين فيه أيضا مقدر ومنوي في قوله وتقول هذا ضارب القوم حتى زيدا يضربه ضارب القوم التنوين فيه مقدر وأصدو الكلام هذا هذا ضارب القوم هذا ضارب القوم هذا هو الأصل وليس المقصود بضارب القوم في هذا ضارب القوم معنى المضي كما هو ظاهر لأن الأصل في اسم الفاعل إذا أضيف أنه يكون لمعنى الماضي إن لم تنوي فيه التنوين إن لم تقدر فيه التنوين هذا ضارب القوم ضارب مع أنه ليس منونا لكن التنوين فيه منوي ومقدر وأصل هذا ضارب القوم ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك التعبير بالفعل المضارع في الكلام الثاني في الجملة الثانية هذا ضارب القوم حتى زيدا يضربه فالفعل يضربه وهو فعل مضارع يدل على الحال أو الاستقبال دل على أن ضارب في الكلام الأول التنوين فيه منوي ومقدر ويدل على الحال والاستقبال ولو لم يقصد ذلك لقال القائل هذا ضارب القوم حتى زيدا ضربه لو أن ضارب في الكلام الأول مقصود به المضي لكان الكلام الثاني حتى زيدا ضربه لكنه لما جاء الكلام الثاني بحيث كان الفعل مضارعا دل على أن ضارب في الكلام الأول التنوين فيه منوي وأنه يقصد به الحال أو الاستقبال هذا ضارب القوم حتى زيدا يضربه إذن زيدا مفعول به لفعل محذوف وتقدير الكلام هذا ضارب القوم حتى يضرب زيدا يضربه ويكون ويكون الكلام من باب عطف الفعلية على الاسمية لكن ذلك عربي عطف الفعلية على الاسمية والعكس كل ذلك عربي وتقول هذا ضارب هذا ضارب القوم حتى زيدا يضربه إذا أردت معنى التنوين إذا أردت معنى التنوين في اسم الفاعل الذي وقع في الكلام الأول وهو ضارب في هذا ضارب القوم إذا أردت أي قصدت معنى التنوين وما المقصود بمعنى التنوين ما الغرض من التنوين الدلالات على الحال والاستقبال لأن التنوين له أغراض عدة كما نعلم منها الدلالة على الحال والاستقبال إذا يختار في زيدا في قولك هذا ضارب القوم حتى زيدا يضربه النصب يختار النصب لماذا نظرا إلى الاسم الأول الذي وقع بعد اسم الفاعل لأنه منصوب من حيث الموضع فضارب القوم في معنى هذا ضارب القوم منصب ومن ثم ومن ثم كان النصب هو الاختيار نظرا إلى الاسم الأول الذي يقدر فيه النصب وإن جر لفظا وإن جر لفظا لكن موضعه النصب لأن التنوين مقدر ثم قال سيبوي فهي كالواو إلا أنك تجر بها إذا كانت غاية والمجرور مفعول سيبوي يفسر كلامه بكلامه فهي أي حتى رجع إلى حتى فهي أي حتى كالواو والواو تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم وحتى مثل ذلك تشرك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم أي في الحدث فهي كالواو إلا أنك تجر بها إذا كانت غاية يعني أن حتى الجارة التي تجر ما بعدها لأنها تدل على الغاية والانتهاء ما ما بعدها داخل مع ما قبلها في الحكم كالعطف تماماً كواو العطف أو ثم أو الفاء وهكذا تماماً إلا أنك تجر بها إذا كانت غاية والمجرور مفعول المجرور في معنى المفعول أنت إذا قلت رأيت القوم حتى عبد الله لما كان عبد الله مشتركاً مع القوم في الحدث أي في الرؤية كأنه منصوب مثل القوم وهو مفعول كذلك في المعنى مثل القوم لأن الرؤية تشمل القوم وتشمل عبد الله إذن عبد الله في حتى عبد الله وإن كان مجرور لفظاً لكنه مفعول من حيث المعنى لأنه اشترك مع القوم في الحدث وهو الرؤية وهذا هو معنى قول سيبوي رحمه الله فهي أي حتى كالواو إلا أنك تجر بها إذا كانت غاية والمجرور مفعول أي في معنى المفعول به إذن حتى التي تجر مثل حتى العاطفة التي تنصب في المعنى المعنى واحد وهو الاشتراك في الحدث أي في الحكم ما بعدها إن كان منصوباً إذا كانت عاطفة فبها ونعمة ما ما بعدها إن كان مجروراً لكنه من حيث المعنى مفعول به لكنه من حيث المعنى مفعول به ثم قال سيبوي كما أنك إذا قلت وسيبوي دائماً يمهد المسألة للمسألة ويوطئ لها ويأتي بنظير للتركيب الذي معه كما أنك إذا قلت هذا ضارب زيد غداً تجر أي تجر زيد في قولك هذا ضارب زيد تجر بكف التنوين بكف التنوين أي إن الجر جاء من خلال منع التنوين وعدم دخوله وعدم وجوده جاء من خلال منع التنوين وعدم دخوله وعدم وجوده وإلا لما حدث الجر لو كان التنوين موجوداً لما حدث الجر وإنما كان النص كما أنك إذا قلت هذا ضارب زيد غداً تجر أي تجر زيد بكف التنوين وهو مفعول يعني زيد في المعنى مفعول هذا ضارب زيد هو مجرور لفظاً لكنه مفعول معناً بمنزلته منصوباً بمنزلته إذا ظهر التنوين في اسم الفاعل ومن ثم يظهر النصب في المعمول بمنزلته منصوباً منوناً ما قبله اسم الفاعل إذا نو إذا يكون المعمول منصوباً ويكون النصب ظاهراً هذا ضارب زيد ما معنى ذلك معنى ذلك أن سيبوي يريد أن يقول إن حتى العاطفة في كونها تشرك ما بعدها مع ما قبلها مثل حتى الجارة التي تشرك أيضاً ما بعدها مع ما قبلها وأن ما بعدها في الحالتين منصوب كذلك اسم الفاعل الذي يجر ما بعده لأن التنوين قد منع وكذلك اسم الفاعل المنون الذي يظهر معموله منصوباً الدلالة واحدة الدلالة واحدة في أن ما بعدهما في معنى المفعول به أو هو مفعول به إذن هذا مثل هذا هذا مثل هذا إذن أنا لو قلت رأيت القوم حتى عبد الله بالنصب لأن حتى عاطفة رأيت القوم حتى عبد الله بالجر لأن حتى غائية تدل على الانتهاء نصباً وجراً عبد الله مفعول به كذلك هذا ضارب زيد بالجر مثل رأيت القوم حتى عبد الله بالجر وهذا ضارب زيداً بالنصب مثل رأيت القوم حتى عبد الله في أن الاسم الواقع بعد حتى أو بعد ضارب منصوباً أو مجروراً هو في المعنى مفعول به إذن هذا مثل هذا ولذلك يمكن أن نقول رأيت القوم حتى عبد الله مثل هذا ضارب زيداً غداً رأيت القوم حتى عبد الله مثل هذا ضارب زيد غداً وهكذا وأتى بغداً ليكون ذلك نصاً على أن المراد باسم الفاعل لاستقبال وهكذا ومن ثم قال سيبوي فهي أي حتى في الحالتين نصباً أو جراً كالواو إلا أنك تجر بها إذا كانت غاية والمجرور مفعول في الحالتين كما هذا هو النظير كما أنك إذا قلت هذا ضارب زيد غداً تجر بكف التنوين أي بمنعك للتنوين وبعدم إدخالك للتنوين في اسم الفاعل وهو مفعول أي إنما بعد اسم الفاعل مفعول سواء كان مجروراً أم منصوباً وهو مفعول بمنزلته منصوباً منوناً ما قبله قال سيبوي رحمه الله ولو قلت هلك القوم حتى زيداً أهلكته اختيراً النصب اختيراً النصب في زيد النصب هو المختار هلك القوم حتى زيداً أهلكته أهلكته النصب هو المختار ثم علل سيبويه كون النصب هو المختار بقوله ليبنى 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 الاسم الثاني على الفعل وهو زيداً بحيث يكون التقدير حتى أهلكت زيداً أهلكته ليبنى أي ليبنى الاسم الثاني في الجملة الثانية في الكلام الثاني على الفعل بحيث يكون التقدير هلك القوم حتى أهلكت زيداً أهلكته كما بني ما قبله أي كما بني الاسم الأول في الكلام الأول أي في الجملة الأولى على كما بني ما قبله أي الاسم الأول في الكلام الأول على الفعل سواء كان هذا الاسم مرفوعاً أم منصوباً أم مجروراً لا فرق لا فرق في الاسم الأول في الكلام الأول أي في الجملة الأولى أن يبنى هذا الاسم على الفعل مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً ولذلك تفسير سيبوي النصب هو المختار لزيداً في حتى زيداً أهلكه ليبنى نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره يعود على الاسم الثاني في الجملة الثانية ليبنى على الفعل كما بني ما قبله أي كما بني الاسم الأول الذي قبل الاسم الثاني على الفعل سأنا كان الاسم الأول مرفوعاً أم منصوباً أم جروراً وهنا الاسم الأول مرفوع هلك القوم هلك القوم حتى زيداً أهلكته لما قال سيبويه ذلك قال سيبويه ذلك حتى لا يظن ظان أن الاسم الأول في الكلام الأول لا بد أن يكون منصوباً يعني ينبغي أن يكون نحو مثلاً لقيت زيداً وعمراً كلمته هذا ليس بشرط لقيت زيداً وعمراً كلمته يستوي معه هلك القوم حتى زيداً أهلكته لا فرق إذن لا ينبغي أن يتوهم متوهم أن الاسم الأول في الكلام الأول لا بد أن يكون منصوباً لا وإنما يمكن أن يكون منصوباً ويمكن أن يكون مرفوعاً كما في هذا المثال ويمكن أن يكون مجروراً مررت بزيد وعمراً كلمته الاسم الأول مجرور في هذا المثال لا فرق لا فرق بين هذه التراكيب الثلاثة هو جمعها في قوله ليبنى على الفعل كما بني ما قبله مرفوعاً كما في هذا المثال هلك القوم حتى زيداً أهلكته كما بني ما قبله مرفوعاً كان أو منصوباً كما في لقيت زيداً وعمراً كلمته يختار النصب أيضاً ويمكن أن يكون المثال الأول أقصد الجملة الأولى أو ذلك قال سيبوي كما فعل ذلك بعدما بني على الفعل وهو مجرور حالة كونه مجروراً مررت بزيد بزيد فإن قلت هذا ما يسمى بأسلوب الفنقلة والفنقلة معناها افتراض شيء ما ثم الجواب عنه كأي يفترض المؤلف اعتراضاً أو سؤالاً ربما يقع في ذهن المستمع أو القارئ ثم بعد ذلك يأتي الجواب عنه إذن هو سؤال افتراضي أو اعتراض افتراضي وهكذا ثم يأتي الجواب بعد ذلك وهذا وهذا الأسلوب وهذا الأسلوب قد اتبعه الزمخشري رحمه الله في تفسير الكشاف فإن قلت كذا فإن قيل كذا كان الجواب كذا وهكذا هذا ما يسمى بأسلوب الفنقلة قال سيبوي فإن قلت إنما هو لنصب اللفظ فإن قلت إنما هو لنصب اللفظ هذا هو الأمر الافتراضي الذي افترضه سيبوي وهو سيجيب عنه فإن قلت إنما هو هو يعود على اختيار النصب فإنما هو أي اختيار النصب يعني إن قلت إن اختيار إن اختيار النصب لنصب اللفظ أي في الكلام الأول مرة ثانية إنما هو هو هذا الدمير يعود على اختيار النصب إنما هو أي اختيار النصب في الاسم الثاني الذي وقع في أول الكلام الثاني لنصب اللفظ أي لنصب الاسم الأول الذي وقع في الكلام في الكلام الأول نح لقيت زيدا وعمرا كلمته النصب يكون مختارا هنا في وعمرا كلمته لأن الاسم الأول منصوب لقيت زيدا زيدا إذن اختير إذن اختير النصب في الاسم الثاني الذي وقع في الكلام الثاني لنصب اللفظ أي لنصب اللفظ وهو الاسم في الكلام الأول نحو لقيت زيدا وعمرا كلمته هذا افتراض إذن لا ينبغي أن يكون في هذا المثال نصب أو اختيار للنصب ما المثال هلك القوم حتى زيدا أهلكته هلك القوم حتى زيدا أهلكته كيف تقول إن النصب هو المختار مع أن نصب اللفظ في الكلام الأول مفقود لأن الموجود هو الاسم المرفوع هلك القوم حتى زيدا أهلكته هذا هو معنى قول سيبوي فإن قلت إنما هو أي اختيار النصب في الاسم الثاني في الكلام الثاني أي في الجملة الثانية لنصب اللفظ أي علة نصبه أي نصب الاسم الثاني في الكلام الثاني علة نصبه أن اللفظ الأول أن الاسم الأول منصوب إذن لا ينبغي في هذا المثال هلك القوم حتى زيدا أن يختار النصب لأن القوم مرفوع وليس منصوبا فإن فإن قلت إنما هو لنصب اللفظ إذا كان الأمر كذلك وأن الأمر على هذا النحو وأن نصب الثاني مترتب على نصب الأول إذن لا تنصب بعد مررت بزيد وانصب بعد إن فيها زيد ما معنى هذا الكلام لو كان هذا الكلام صحيحا هذا هو مرد السيبوي وأن نصب لإسم الثاني مترتب على نصب لإسم الأول لم اختير النصب في نحو مررت بزيد وعمر انكلمته أنت لو قلت مررت بزيد وعمر انكلمته اختير فيه النصب مع أن الاسم الأول ليس منصوبا لأنه مجرور مررت بزيد إذن كون أن نصب الاسم الثاني مترتب على نصب الاسم الأول غير صحيح غير صحيح لماذا لأنه قد اختير النصب في مررت بزيد وعمر انكلمته مع أن الاسم الأول مجرور هل هناك أحد من العرب اختر الرفع في نحو مررت بزيد وعمر انكلمته أي إنه قدم الرفع على النصب لا لا قائل بذلك وإنما الوارد من كلام العرب في نحو هذا التركيب أن النصب هو المختار مع أن الاسم الأول مجرور مررت بزيد وعمر كلمته يختار فيه النصب في الاسم الثاني مع أن الأول مجرور وانصب أي لو كان نصب الاسم الثاني مترتب على نصب الاسم الأول لواجب أن تنصب الاسم الثاني في نحو إن فيها زيدا هذا المثال قد مر إن فيها زيدا وعمرا أدخلته أو دخلت به أو إن زيدا فيها وعمرا أدخلته أو دخلت به هذا المثال قد مر وقد شرحناه إن فيها زيدا وعمرا أدخلته المختار فيه الرفع إن فيها زيدا وعمرا أدخلته ويجوز النصب من طريق آخر يعني يجوز الأمران في عمر لكن الرفع هو المختار إن فيها زيدا وعمرا أدخلته أو دخلت به الرفع الرفع هو المختار ولم يجب النصب ولم يقدم النصب على الرفع مع أن الإسم الأول منصوب مع أن الإسم الأول منصوب إن فيها زيدا زيدا إذن لو كان الأمر متعلقا بأن نصب الثاني مترتب على نصب الأول لكان النصب هو المختار في إن فيها زيدا وعمر أدخلته لكنه غير مختار لماذا لأن زيدا لم يبنى على فعل وإنما جاء في جملة نسمية والعبرة بالنصب أو الرفع على الوجه المختار بالكلام الأول بالجملة الأولى إن بدأت الجملة الأولى بالفعل كان النصب هو المختار وكان الرفع هو المرجوح وإن بدأت الجملة الأولى بالاسم كان الرفع هو المختار وكان النصب هو المرجوح وهكذا إذن العبرة ببناء الاسم على ما قبله فإن بني الاسم الأول على ما قبله وكان فعلا كان النصب في الاسم الثاني في الكلام الثاني هو المختار والعكس صحيح وهكذا إذن قد اتضح الآن لافتراض الذي افتراضه سيبوي فإن قلت إنما هو إنما هو أي اختيار النصب في الاسم الثاني في الكلام الثاني لنصب اللفظ أي لنصب الاسم الأول في الكلام الأول في الجملة الأولى فلا تنصب بعد مررت بزيد لأن بزيد مجرور مع أن النصب هو المختار إذا قلت مررت بزيد وعمرا كلمته والرفع هو المرجوع ولو واجب أن تنصب الاسم الثاني في الكلام الثاني لأن الأول منصوب في قولك إن فيها زيد وعمر كلمته لأن الأول منصوب لكن المختار هو الرفع مع أن الأول منصوب والعبرة بالكلام الأول من حيث البدء بالفعل أو الاسم وهكذا واضح أن كلام سيبوي فيه اجتزاء يذكر صدر المثال وأنت تكمل المثال مررت بزيد وعمر كلمته المثال الثاني إن فيها زيد وعمر أدخلته أو دخلت به لأن هذه الأمثلة قد مرت بتمامها فاعتمادا على سياق الكلام وعلى فهم القارئ والمستمع يكمل المثال وهكذا حتى يتضح المعنى المرد ثم قال سيبويه وإن كان الأولى لأنه في معنى الحديث مفعول هذا افتراض آخر من سيبوي وإن كان الأولى ضبطها بالنصب لأن فيها خلافا في الضبط بعضهم يضبط وإن كان الأول وهو الأعلم الشنتمر كما سنعلم وإن كان الأولى بنصب الأول لأنه في معنى الحديث مفعول هذا افتراض الجواب عنه فلا ترفع بعد عبد الله إذا قلت عبد الله ضربته إذا كان بعده وزيدا مررت به ما معنى هذا الكلام وإن كان الأول كان الأول تركيب بنصب الأول وإن كان الأول وإن كان اسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على الاختيار أو المختار وإن كان هو أي الاختيار وإن كان هو أي المختار لا لا فرق بين هذا وذلك وإن كان هو إذن اسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على المختار أو الاختيار وقد فهم مرجع الضمير من خلال السياق لأن سياق الكلام هو اختيار النصب ما مر من الأمثلة النصب هو المختار هلك القوم حتى زين أهلكته وهكذا رفعت الاسم الأول أو نصبته أو جرته إذن الضمير هو يعود على المختار وإن كان هو أي المختار الأول أي النصب لماذا عبر عنه بالأول لأنه الأرجح أنت عندما تقول هلك القوم حتى زيدا أهلكته الأول والراجح النصب حتى زيدا حتى يبنى الكلام على الفعل أي الكلام الثاني كما بني الكلام الأول على الفعل إذن وإن كان هو أي المختار الأول أي النصب لأنه الراجح أي النصب في الاسم الثاني في الكلام الثاني لأنه أي لأن الاسم الأول في الكلام الأول في معنى الحديث أي في معنى الكلام مفعول ما مثال ذلك مثال ذلك مررت بزيد وعمر انكلمته بالمثال بالمثال يتضح المقال يتضح نص سيبويه أكثر مررت بزيد وعمر كلمته سيبويه سيبويه يريد أن يؤكد ويقول إن العبرة بالبدء في الكلام الأول فعلا أو اسما ولا عبرة بما بعد ذلك الاسم جاء مرفوعا جاء منصوبا جاء مجرورا الأمر واحد لكن العبرة بالبدء بدأت الجملة الأولى بالفعل إذن الجملة الثانية من باب المشاكلة لا بد أن يقدر لها ناصب حتى تكون هناك مماثلة ومشاكلة من باب عطف الفعلية على الفعلية ويجوز الرفع قال سيبويه مفسرا مررت بزيد وعمر انكلمته ربما يقول قائل نعم إنما كان النصب هو الراجح في عمرا في قولك مررت بزيد وعمرا كلمته لأن بزيد وإن كان مجرورا لكنه في معنى المفعول به لأن زيد لأن زيدا قد وقع عليه المروح فهو مجرور لفظا لكنه في معنى المفعول به لكنه في معنى المفعول به ربما يقول خير هذا وهذا هو الذي سوغ رجحان النصب في الاسم الثاني في الكلام الثاني لأن الأول في معنى المفعول الأول وهو بزيد لأن الأول أي لأن لأن الاسم الأول وهو زيد في بزيد في معنى المفعول به وإن كان أي المختار الأول أي النصب لأنه أي لأن بزيد أو بعبارة أخرى لأنه أي لأن زيد في بزيد في معنى الحديث أي في معنى الكلام لأن الكلام يطلق عليه الحديث أي 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 لأن ه في معنى الحديث مفعول وهذا هو الذي سوغ رجحان النصب في الاسم الثاني في قولك مررت بزيد وعمر كلمته فلا 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 ترفع إن كان الأمر كذلك فلا فلا ترفع بعد عبد الله إذا قلت عبد الله ضربته إذا كان بعده وزيدا مررت به طالما أن الأمر هكذا طالما أن النصب قد اختير في عمرا من قولك مررت بزيد وعمرا كلمته لأن بزيد في معنى المفهول به إذن لابد أن تختار النصب إذا قلت عبد الله ضربته وزيدا مررت به ولا قائل بذلك لماذا لأن عبد الله أنا أحكي اللفظة في قولك عبد الله ضربته في معنى المفعول به لأنه قد وقع عليه الضرب أيضا عبد الله ضربته نعم عبد مبتدأ ولفظ الجلالة مضاف إليه لكنه في معنى المفعول لأن الضرب وقع عليه لكنه لا يصح أن يكون مفعولا به لضربته لماذا لأنه قد شغل بضميره والفعل لا يرفع الظاهر وضميره معا طالما أنك قد شغلت الفعل بضمير الاسم السابق إذن لا يصح أن ينصب هذا الفعل الاسم السابق وإنما ينصب ضميره فقط لكن لو قلت عبد الله ضربت من دون ضمير نعم عبد الله ضربت يساوي ضربت عبد الله مفؤول به مقدم لضرب لأن الفعل قد سلط عليه لم يشغل بضميره أما وقد شغلته بضميره إذن هو ينصب ضميره ولا ينصب ظاهر هذا الضمير لأن العامل لا ينصب الظاهر وضميره معا بل يكتفى بأحدهما إما الظاهر وإما الضمير لكن مع ذلك مع كونه مبتدأ عبد الله ضربته لكنه في موضع المفؤول به في معنى المفؤول به لأن الضرب قد وقى عليه هو صناعة لا يصح إن تنصب عبد الله في قولك عبد الله ضربته موضع تنصبه بضرب الموجودة ولكن تنصبه بفعل تقديره ضرب ضرب تنصب يعبد الله ضربته مثلا تعبد الله ضربته وهذا ما قلناه في عبد الله ضربته الرفع والمقدم لأنه لا يحتوي إلى تقدير الرفع والراجع عبد الله ضربته ويجوز عبد الله ضربته على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربت عبد الله ضربته ولا يصح أن ينصى بالمذكور لأنه قد شغل بضميره هذا معروف في كل الأحوال عبد الله في قولك عبد الله ضربته قد وقع عليه الضرب من حيث المعنى هل معنى ذلك أنه في معنى المفعول أنك تختار النصب في الاسم الثاني بحيث تقول عبد الله ضربته وزيدا مررت به النصب ليس هو المختار مع أن عبد الله في قولك عبد الله ضربته في معنى المفعول به إذا لا يكون بالكلام الأول أي بالجملة الأولى بدءا إن بدأت بالفعل كان النصب في الاسم الثاني هو المختار إن بدأت بالاسم كان الرفع في الاسم الثاني هو المختار وهكذا إذن سيبوي افترض الافتراض وأجاب عن هذا الافتراض يمكن أن نصب لكنه مرجوح يمكن أن تقول عبد الله ضربته وزيدا مررت به كأن الكلام الثاني جملة ابتدائية جملة ابتدائية والجملة الابتدائية الجملة المستقلة زيد ضربته أو زيد مررت به المختار الرفع ويجوز النصب لكنه مرجوح وهكذا تقول وزيدا مررت به أي وجاوزت زيدا مررت به لكن النصب مرجوح لماذا؟ لأن الجملة الأولى بدأت بالاسم عبد الله ضربته وزيد مررت به ويجوز النصب على أن الكلام الثاني كأنه جملة مستقلة جملة مستأنفة يجوز فيها الرفع وهو المختار ويجوز فيها النصب أي نصب الاسم الذي بدأ به وهو غير مختار لأنه يحتاج إلى تقدير وإلى تأويل الأعلم الشنتمري رأى أن في كلام سيبويه إشكالا وهو قوله وإن كان الأولى وإن كان الأولى لأنه في معنى الحديث مفعول رأى أن هذا التركيب فيه لبس وفيه إشكال وفيه غموض وإبهام عبر عن هذا الأعلم الشنتمري بقوله وقول سيبويه وإن كان الأول لأنه في معنى الحديث مفعول عبر عنه الأعلم بقوله وواقع في اللفظ اختلال في اللفظ أي في هذا النص في هذا النص من أول قوله وإن كان الأول إلى قوله مفعول وإن كان الأولى أو الأول لأنه في معنى الحديث مفعول عبر عن هذا الإشكال بقوله ووقع في اللفظ اختلال في قوله وإن كان الأول فأشكل معناه هذا نص الأعلم إذن ما الذي رأاه الأعلم في الضبط الأعلم رأى أن الضبط هكذا وإن كان الأول لأنه في معنى الحديث مفعول برفع الأول وإن كان وإن كان الأول لأنه في معنى الحديث مفعول فلا ترفع إلى آخر الكلام الأعلم رأى أنه كان تام تكتفي بمرفوعها ثم توضع فاصلة منقوطة بعد كان ثم يبدأ الكلام بالأول وإن كان هو كان تام فاعلها ضمير مستتر تقديره هو يعود على اختيار النصب وإن كان هو أي وإن كان اختيار النصبي أي وإن وقع اختيار النصبي وإن وقع اختيار النصبي ما علة اختيار النصبي ابدأ بالأول وإن وقع هو أي اختيار النصبي الأول لأنه في معنى الحديث مفعول أصل الكلام وإن كان أي وإن وقع اختيار النصبي لأن الأول في معنى الحديث مفعول فلا ترفع إلى آخر الكلام كيف هذا الكلام إذن اللام في لأنه أو بعبارة أخرى لأنه مؤخرة من تقديم أصل الكلام لأن الأول وإن كان هو أي وإن وقع اختيار النصبي أي في الإشم الثاني في الكلام الثاني كما قلنا أصل الكلام وإن كان ثم ضعف صلة منقوطة لأن ما بعدها إلا أصل الكلام وإن كان لأن الأول في معنى الحديث لأن الأول في معنى الحديث مفعول مفعول فلا أصل الكلام ثم جاء كلام سيب ويه مقدما الأول فرفعه فقال الأول لأنه الأول لأنه في معنى الحديث كأن الهاء في لأنه حلت محل الأول لفظ الأول الهاء في لأنه تعود على الأول لأنه أي الأول أصل الكلام لأن الأول في معنى الحديث ثم حدث تقديم وتأخير فقال الأول لأنه في معنى الحديث مفعول إذن الأول مبتدأ الأول مبتدأ من حيث الصناعة من حيث الصناعة النحوية الأول مبتدأ لأنه في معنى الحديث جملة اعتراضية ومفعول خبر هذا المبتدأ وأصل الكلام الأول مفعول أي بزيد أي في معنى المفعول لأنه في معنى الحديث مفعول إذن الأعلم الشنتمري أتى بنظير لذلك من كلام العرب حيث أتى بنظير وهو كان ثم ضع فاصلة منقوطة كان تام كان زايد لأنه فاعل كذا تحقق المرد كان زايد لأنه فاعل كذا تحقق المرد كان كان تام في هذا المثال والفاعل تقدره هو أي كان ما حصل وفق سياق الكلام وفق المقام الذي قيل فيه الكلام أي وقع ما حصل كان هو أي كان الأمر أو الشأن أو ما حصل زايد لأنه فاعل كذا تحقق المراد أصل الكلام كان أي وقع ما حدث لأن زايد فاعل كذا تحقق المراد لأن زايد فاعل كذا تحقق المراد إذن هذا هو الأصل الأصل أن زايد أو الأول مسبوق بلام التعليم ثم حدث تقديم وتأخير هذا هو مراد الأعلم أشان تمري إذن كان زايد لأنه فعل كذا تحقق المراد كذلك وإن كان الأول بناء على ضبط الأعلم وإن كان الأول لأنه في معنى الحديث مفعول أي لأنه أي لأن وإن كان وإن كان المختار وإن كان النصب هو المختار وإن كان النصب أي هو المختار كان تم لأن الأول في معنى الحديث مفعول لأن الأول وهو بزيد في قولك مررت بزيد وعمر انكلمته إذن الكلام حدث فيه تقديم وتأخير مثل ما حدث فيه كان زايد لأنه فعل كذا تحقق المراد أصل الكلام كان لأن زايد فاعل كذا وكذا تحقق المراد فالكلام فيه تقديم وتأخير هذا هو تفسير الأعلم الأيصر من ذلك كما قلت في البدء وإن كان كان ناقص واسمها ضمير مستتر تقدير هو وإن كان هو أي المختار الأول وهو خبر كان الأول أي النص في الاسم الثاني في الكلام الثاني لأنه أي لأن الاسم الأول وهو بزايد في معنى الحديث أي في معنى الكلام مفعول إذن فلا ترفع في قولك عبد الله ضربته وزايداً وزايداً مررت به إذن رجح النصب معنى النصب هو غير المختار معنى النصب غير المختار لأن الكلام قد بدأ في الجملة الأولى بالاسم عبد الله ضربتونه أبو نصر القرطبي له تفسير أيضاً في هذا النصب وإن كان الأول حيث ضابط الأول بالرفع أيضاً قال إن كان ناخصة والأول اسمه كان وإن كان الأول والمقصود بالأول هو الاسم الأول في الكلام الأول وإن كان الأول أي الاسم الأول في الكلام الأول خبر كان محذوف دل عليه السياق أي وإن كان الأول موجباً لنصب الاسم الثاني فلا ترفع في عبد الله ضربته وزيد مرضت به بل انصب مع أن النصب غير المختار ما معنى هذا الكلام وإن كان الأول أي وإن كان الاسم الأول خبر كان محذوف موجباً للنصب في الاسم الثاني في نحو قولك لقيت زيداً وعمراً كلمته لقيت زيداً وعمراً كلمته الأول هو زيداً في لقيت زيداً لو كان زيداً وحده لو كان زيداً وحده هو الموجب لنصب أي لنصب الاسم الثاني لقيت زيداً وعمراً كلمته لو كان الاسم الأول هذا على تفسير القرطبي أبنص القرطبي لو كان الاسم الأول أي لسم الأول وهو عمراً في لقيت عمراً موجباً للنصب في الاسم الثاني في الكلام الثاني لكان النصب هو المختار في عبد الله ضربته وزيداً مررت به لماذا؟ لأن عبد الله في عبد الله ضربته في معنى المفعول والمفعول حقه النصب إذن لو كان الاسم الأول موجباً للنصب في الاسم الثاني لأن الاسم الأول مفعول به في نحو لقيت زيداً زيداً وعمراً كلمته إذن لا ترفع في عبد الله ضربته وزيد مررت به بل قل وزيداً مررت به لماذا؟ لأن عبد الله في هذا التركيب عبد الله ضربته في معنى الحديث أي في معنى الكلام مفعول هذا هو تفسير أبي نصر القرطبي أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر